توضح الحسابات الفلكية التي اجرتها دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية حول رؤية هلال شهر رمضان 1438 للهجرة يوم الخميس بتاريخ الثامن والعشرين من شعبان 1438 للهجرة الموافق له الخامس والعشرين من مايو 2017 للميلاد في مدينة مسقط حيث كان القمر في مرحلة الاقتران عند الساعة الحادية 10 و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للسلطنة اما يوم الجمعة بتاريخ التاسع والعشرين من شعبان 1438 للهجرة الموافق السادس والعشرين من مايو 2017 للميلاد في مدينة مسقط سينزل القمر عند الساعة السابعة وثمان وعشرين دقيقة مساء وتغرب الشمس عند الساعة السادسة وسبع واربعين دقيقة مساء اي ان القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي 41 دقيقة ويكون عمر الهلال عند الغروب 19 ساعة وثلاث دقائق ويبعد عن الشمس بمقدار 11 درجة ونصف الدرجة وعلى ارتفاع عن الافق الغربي بمقدار ثمان درجات وتبلغ شدة اضاءته 1.2% وتكون الشمس في برج الثور منزلة الثرية والقمر في برج الثور منزلة الهقعة وعليه سنتمكن ان شاء الله من رؤية هلال شهر رمضان 1438 للهجرة هذا اليوم في السلطنة وذلك في حالة صفاء الجو وتوفر السبل المتاحة لذلك ففي مدينة مسقط غروب الشمس سيكون في الساعة السادسة و 47 دقيقة مساء ويمكث الهلال بعد غروب الشمس 41 دقيقة وفي مدينة صلالة تغرب الشمس في الساعة السادسة و 52 دقيقة ويمكث الهلال بعد الغروب 44 دقيقة وفي عبري تغرب الشمس في الساعة السادسة و 53 دقيقة ويمكث القمر 42 دقيقة وتغرب الشمس في نزوة عند الساعة السادسة و 49 دقيقة ويمكث القمر بعد الغروب 41 دقيقة وفي خصب تغرب الشمس عند تمام الساعة السابعة ويمكث القمر 41 دقيقة اما بالنسبة للبريمي فتغرب الشمس في الساعة السادسة و 58 دقيقة ويمكث القمر 42 دقيقة وفي صحار تغرب الشمس في الساعة السادسة و 55 دقيقة ويمكث القمر 41 دقيقة اما في الرستاق فتغرب الشمس في الساعة السادسة و 50 دقيقة ويمكث القمر 42 دقيقة وفي صور غرب الشمس في السادسة و 40 دقيقة ويمكث القمر 41 دقيقة وتغرب الشمس في ابرا في الساعة السادسة و 44 دقيقة ويمكث القمر 42 دقيقة اما بالنسبة لهيمة فالغروب في الساعة السادسة و 48 دقيقة ويمكث القمر بعده 43 دقيقة اما في مصير فالغروب في الساعة السادسة و 39 دقيقة ويمكث القمر 42 دقيقة وفي مرمول تغرب الشمس في الساعة السادسة و 49 دقيقة ويمكث القمر 43 دقيقة وفي فهود تغرب الشمس في الساعة السادسة و 52 دقيقة ويمكث القمر بعد غروب الشمس 42 دقيقة وفي ضلكوت تغرب الشمس في الساعة السادسة و 55 دقيقة ويمكث القمر 44 دقيقة وتغرب الشمس في الشويمية عند الساعة السادسة و 47 دقيقة ويمكث القمر بعد الغروب ثلاثا وأربعين دقيقة هذا والله أعلم وكل عام وأنتم بخير